اشتركوا في القناة شغل السحوك وكلام الحق بيجيب الغلب وفعد الحق يحنى يهمة والله يا ماما ما كنت بأعمل حاجة والله والله غلط ولا صح؟ اتي اللي وداكي عنده من أصله؟ بكنت رايحة أقول له ما يزعلش أجر اللي حضرتك بتعملي فيه يا ماما وانتي مالك يزعل ولا يتفل ادخل صباح الخير يا زحيا امش انت دلوقتي يا عالية اطلعي على قطك وإياك تخرجي منها حاضر معلش يا عالية اطلعي على قطك وانا هتكلم معاه حاضر نعم خير وبعدين بقى فيك يا زحيا انت مش هتبطلي عميلك دي حرامة عليك اللي بتعمليه في بنتك ده والله بقى دي بنتي وانا حرة فيها عربية بالطريقة لي تعجبني في دي عندك حق بس انا عاوز اقولك ان اللي بتعمليه ده كله ما بقاش منه فايدة خلاص لعبتك انكشف لعبت ايه بقى يا ستنت؟ الكتبة اللي انت معيشة بنتك فيها كتبة؟ كتبة ايه؟ ما تتكلمي ده اغري اه يبقى انت بقى ما تعرفينيش ولا تعرفي بنتي يا مدام انا بنتي متربية كويس وعارفة ان محدش هيخاف على مصلحتها قدي ومهما كان اللي بتعمليه عشان تبقى وازي علاقتي بيها عمرك ما هتأثري على علاقتنا ببعد خليكي عيشة في الاوهان بتاعتك ديه انا اكتر واحدة تحب ان انت وبنتك تكونوا مبسوطين مع بعض عشان انا بحبك انتو الاتنين انت بتحبيني؟ شفت المفاجأة بقى؟ اه بحبك يا زحيا وبحبك قوي كمان عارفة ليه؟ ها ليه بقى ان شاء الله؟ علشان كان عندي اخت كانت عاملة زيك كده ومحبش ان مصيرك يبقى زي مصرها طلعي بقى الكلام الفارغ ده من دماغك ده مش كلام فارغ هيا دي الحقيقة انا شفت الكلام ده بعيني وعيشته بنفسي وعمري ابدا ما حاسمح لحد يوجع بنتي الوجع اللي انا تواجعته انا مش عايزة تدخل في خصوصياتك يا زهيا بس مش لازم اللي حصل لك يحصل لبنتك ما يمكن يكون حظها احسن من حظك عشان حظها يكون احسن من حظي لازم حميع من مين ومن ايه؟ مدفوقي بقى بص يا ستة انت انت يا ستة كبيرة وانا مش عاوزة على طفيكي بس بصراحة كده انا عاوزك تبعدي عني وعن بنتي ان شاء الله تسيبي الدار خالص مش هيحصل يا زهيا انا قاعدة هنا بفلوسي الله لغاني يا ستة عن فلوسك انا مش عايزة ولو برضو انا قاعدة هنا على قلبك لحد ما تتعجلي يا زهيا الله لانت غريبة قوي بقى بقولك انا مش عاوزة كيه هنا وانا قلتلك قبل كده يوم ما حمش من هنا هاخد كل الناس معايا ومش هاسمح لزبونة واحدة بجيلك ايه رأيك بقى يا زهيا انت بتهدديني بقى شو فيها زهيا ما شو فيها لعلمك بقى انا سابقى تعملي في الولد اللي انت عايزاه طول ما انت بتتكلمي معاه في الشغل انما الولد ده مش هيمشي يا زهيا بقى كده ايوة كده طب ومين قال بقى اني عايزة يمشي بالعكس ده انا مستمتعة جدا بوجوده هنا يا سلام هو فيه متعة اكبر من كده ما لك يا ولاء واقف ليه ما تعد ولاء ما يلعافك هو ساعتك خلاص ان قويتي تعدميني بالكرسي الكهرباء اهاا وده اسمه كلام برضو ماالك الآن كده ليه THEY يعني النليل اواغزة سايات تججبتيني من عالبوابة ودخلتيني المبنى واحتيني في المكتب ناقس كمان تقولي لي تشرب ايه لا 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 مش للدرجات دي وانت فاكرة يا سهيبة او اللي اقم انا بقول كده برضو ابصامى يا أولا بعيدا عن اني انا ما بطيقش ولا بطيق اسمع صيرتك الله يحفظك يا ستهانم إنما شهد لله أنت شايف شغلك كويس الحمد لله يا ستة هانم إنما برضو مش كويس قوي ليه يا ستة هانم؟ هو أنا قصرت بحاجة إحنا مش اتفقنا إن الشغل 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الأسبوع وأنا ما فتحتش بقي طب ما بتعملش كده ليه والله العظيم كذاب عاصل وشك من غير ما تكمل كلامك اتعاوز تفاهمني إنك ما بتنامشي خالص طب إزاي؟ ما تقولي لنفسك هو فيه حد في الدنيا بيشتغل بالنظام ده؟ اسم الله عليك أنا عارفة طبعا إنك بتسهيني وتنام وإنما كنتش بتعمل كده دلوقتي مسيرك هتعمل كده ما هو أنت لازم تنام برضو أنت بتشأى والله كلامك كله حكا ما ستها عشان كده أنا قررت إننا لازم نجيب حد معاك في حراسة البوابة كل واحد فيك ويشتغل 12 ساعة ويريح 12 ساعة والله العظيم والله العظيم عين العظيم وحياخد نص مرتبك وإنت تاخد النص التاني والله العظيم والله العظيم ظلم وفترة إيه اللي إيه اللي ظلم وفترة ده؟ ما هو حشين نص الشغل يبقى لازم ياخد نص الفلوس واللي عاوزني أدفع مرتبين على نفس الشغلانة يا ست هانم يعني اخرس كلام ده نهائي وما فيش فيه نقاش أنا جايبك هنا عشان أبلغك مش عشان أخد رأيك وعلى فكرة اللي هيجي هيشتغل بالنهار وإنت هتشتغل بالليل طب ليه كده؟ ده أنا حتى هبقى أقدم منه يعني المفروض أنا اللي أختار والله يبقى ده النزام لله الأمر من قبل ومن بعد وهيجي من إمتى بقى إن شاء الله الجدع الجديد ده آه لسه مش عارفة أما ألاقي حد هم؟ عوصول حاجة؟ هاولي هاولي بقى والله العظيمة حزب الله ونعملوك كيد والله عيني العقل عيني العقل إزاي بس يا بابا يا ابني انت محتاج للراحة دي هتشغلني طول الليل راحت إيه بقى؟ ما برضو الليل أحسن هيبقوا كلهم نايمين وربنا هيفيك شروهم وانام طول النهار اسمال عليك ويبقى رأي المثل شيل ده مين ده ارتاح ده عندك ودي تبقى عيشة دي يا بابا هبقى عامل زي الوطويت ومالها الوطويت دي حتى طيور جميلة الوطويت طيور جميلة؟ طب المرتب اللي هتير نصه ده بقى إزا كانت هي تديني ملاليم أصلا هتصرف إزاي لما يجي واحد واهبش نص المرتب آه في دي عندك حقب شفت بقى؟ بقول لك أنا لبست في حيطة آه لبست في الحيطة؟ بس أنا عندي فكرة تحللنا كل المشاكل فكرة ايه بس يا بابا؟ ده أنا تروقت واللي كان كان ياري سمعني بس بس إحنا ممكن نعمل حاجة تخلينا من إخسارتش ولا ماليم إزاي بس؟ أنا اللي حاجة اشتغل في نوباتشيتي النهار إيه؟ معقولة معقولة يا عبدالجبار ومش معقولة ليه؟ يا راجل يا راجل يا راجل انت عجزت على الشغلالات اللي زيدي يا شرق؟ إيه وا هتقولك أنا يا فرج أخسارة؟ ماشي وحنان وعميلها ايف دي بقى؟ عندك حق ثالثا المرتب بتاع الواد حيفضل زي ما هو كل اللي حيحصل منه حنقسمه بينك وبينه وبينك أنا حرجع الدهون وتالي والله يكتر خيرك رابعة بقى وده الأهم أيوا حبقى قاعد في وسط وكر التعابين وحاطت عيني على الواد وساعتها حعرف أحميه منهم فهمت يا فرج أخوان؟ اه اه اعتقد ان انا فهمت بس فكرك الست صاحبة المكان حترضى تعينك الواد عبدالقاو ابني هيكلمها وربك بقى يعمل اللي فيه صالح نعم اخوية طب ما تحبش كمان تجيب خلك وعمك عينهم والله يا مادام زهية يا ريت كان ينفع بس أنا أصلي بصراحة مليش أعمام وأهل أمي ما عرفش عنهم حاجة من يوم متولد ايه ده ايه ده ايه ده انت بتهذروا ليه انت تنسى الموضوع ده خالص ليه بس يا زهية من غير ليه و بعدين بقى أنا عايزة أفهم انت إيه اللي دخلك في الموضوع ده أصلا أساسا الراجل جايبني علشان اتوسط له عندك في الموضوع ده ها 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 هاه يزين مختار طب يا رأيك بقى عشان خطرك انت بالذات أنا ممكن اعير أي حد إلأ أبوه ليه بس كده يا زهية اهو ماذا جي كده يا زهية خلينا نتكلم بالعقل تفرق ايه أبوه ولا لأ المهم يبقى راجل كويس و يشوف شغله بما يرضي الله وانا اش دمانى انه حيبقى كده اولا الراجل ده هو لرب الولد ده والولد بسم الله ما شاء الله شايف شغله تمام يبقى أكيد أبوك ده برضه ليه؟ ما هم بيقولوا يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم صح؟ هو أنا بقولك عيني وخلاص ما تشوفيه عجبك أهلا وسهلا ما عجبكيش خلاص والله الثكرة إلا قولي يا ولاء وقلم ما ينهف اقمري يا ستة هانم أنت بتحب أبوك قوي؟ طبعا يا فندم في حد ما بيحبش أبوك؟ قوي 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 يعني ده أكتر مخلوق على وجه الأرض ممكن أكون بحبه قوي ساوي هتولي أشوفه وأنا ححكم بنفسي خلاص يا بابا مش هوصيك بكرة من نجمة تكون عندي مش عاوزين هباتت لك كلنا على حاجة يا ابني خلاص الله ما تخافش وانا راح أقابل رئيس الوزراء باريت رئيس الوزراء قد تبقى سهلة ياد ما تبقاش جبان قوي كده أصل انت مش عارف زاهية دي ممكن تعمل ايه لا معلش الكلام ده عليه كنتو إنما أبوك حاجة تانية خالص بس ما توسعهاش ما تفتحش صدرك قوي جده إنها بتسكت انت وبعدين احنا حنروح بأيدلي بكرة حتشوف بنفسك زها يا بتاعيك ودي ولا بوك واللي حيعملوا فيها البداية دي ألاني جدا ليه بس يا ابني؟ مش عارف حاسس انك بدل ما تتعين هتتسبب في رفدي وتاخدني في ايدك وانت ماشي ونبقى انا وانت بقى في الشارع يا ابني ما تخافش جمد قلبك بس وقول يا رب ما انا بقول يا رب يا رب يا رب يا رب عموما احنا لسه فيها احنا ممكن نسبنا من الفيلم ده كله ونرجع كما كنت وأحنا اللي حنقوله نعيذه يا ابني ولا ايه مش عارف يا بابا القام كده القام من ايه بس يا حبيبي انت بان عليك مش عارف ابو بقى ماهل مصيبة ان عارفك طب بقولك ايه ايه في ايه تاني اوعدني انه مهما حصل بكرة مش هتزع المين ولو اني مش فاهم لازمته ايه الكلام ده انما ماشي ماشي عبدالقاوي يا ابن حاضر أو عيده طب يلا بقى تكر انت على الله عشان تلحق تناملك شوي يلا ماشي سلامة حبيب ملوف 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 آخر حاجة دخلنا الحب الدلاجة ونشوف من فينا اللي هيكسد أفضر من كده مش محتاجة إذ مرجعت والزر اليشبك والبيشة والشيشة حريبي دحكتني من قلبي يا شسمك أه عدة العادي ده باينه غشي يحنا يا هم تأليف باهر دويدار المخرج حسين إبراهيم